السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ايباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا الليلة عن تجديد الحياة جدد حياتك الإنسان في هذا الوجود مطالب بأن يعمل باستمرار على تجديد حياته وإلا سوف يصرف الملل والروتين فالإنسان إذا كان يؤدي عمله بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة التي بدأها منذ زمن طويل فليعلم أنه لم يعد صالحا لهذا العمل عليه أن يبحث عن عمل آخر لأنه مطالب بالتجديد في كل فترة زمنية فالتجديد هو قانون الحياة لنتأمل الكون من حولنا الكل الذي هو في الوجود يتجدد يتغير ويستمر فالكون والطبيعة والحياة كل شيء يتجدد البحر لاحظوا أنه يتجدد دوماً بحركة المد والجزر والأنهار أيضاً تتجدد بكثرة مياهها في أوقات الأمطار والأرض تتجدد عبر الفصول الأربعة هناك حركة دعوبة تقع عند تغير الفصول من خريف إلى شتاء إلى ربيع إلى صيف وتضر الدائرة كل ما في الوجود يتجدد انظروا فوقكم إلى السماء الشمس تتجدد فتغير مكان شروقها ومكان غروبها والقمر أيضاً يتجدد يبدأ هلالاً ثم يكتمل بدراً ثم يعودك العرجون القديم والليل والنهار يتجددان بطول الساعات وقصرها فكل شيء تجدد والنباتات تتجدد والأيام تتجدد وطبعاً الإنسان يتجدد أحب أمكره لأن خلاياه ودورته الدموية وكل ما فيه من أجهزة هي في تجدد دائم إذن التجديد أيها الأحباب الكرام والتغيير هو قانون لهذه الحياة إذا كان كل ما في الكون يتجدد ويتغير فمن الأحرى بالإنسان الذي هو سيد هذا الكون أن يتغير ويتبدل ويتجدد طبعاً التغيير يكون نحو الأفضل ويكون نحو الأحسن أما إذا بقي جامداً على حاله فإن مصيره سيكون الجمود وبالتالي سوف يتجاوزه القطار وأنا داكسو فيندم أشد الندم إذا لاحظنا أيها الأحباب الكرام بأن الإنسان منذ فجر التاريخ وإلى يومنا غادة أحب أمكره يعيش في تطور وتغير مستمر في كل مناحي الحياة انظروا إلى الحياة الاجتماعية كيف كانت أيام زمان وكيف صارت وكيف تطورت وانظروا أيضاً إلى الحياة الاقتصادية كيف تتطور باستمرار وأضف إلى ذلك الحياة السياسية أيضاً من نظام ديكتاتوري استبداد إلى أنظمة ديمقراطية حقوقية إلى غير ذلك والحياة الثقافية كل شيء في الاجتماع في الاقتصاد في الثقافة في السياسة في الفنون كل شيء يتغير ويتجدد وطبعاً هناك الإنسان العاقل الذي يسعى للتجديد نحو المصلحة لأنه يبحث عن المصلحة أينما كانت وهكذا خلق الله قانون التطور وقانون التغيير والتجديد فالسمة الإنسانية المميزة للبشرية هي أنها دوماً منذ أن كانت في الأزمنة الغابرة إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة هي في بحث عن تكامل وتشديد وتغير نحو الأفضل والإنسان دائماً يبحث عن الحركة الدقوبة والنمو والسعي المستوير نحو الأحسن وسبحان الله العظيم إذا نظرنا إلى تشريعات الإسلام باعتبار الإسلام والقرآن هو الدستور الأعلى للحياة نلاحظ بأن كل التشريعات الإسلامية اتسقت مع حركة التغيير والتجديد ربنا أولاً في كتابه العزيز يقول عن ذاته العلية كل يوم هو في شأن كل يوم هو في شأن يعني يوم لا يشبه يوم دائماً هناك تغير وتشدد وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول جددوا إيمانكم كان يقول إن الإيمان لا يبلع كما يبلع التوب فجددوا إيمانكم ومن خلال التشريعات الإسلامية نلاحظ كل العبادات وحتى المعاملات متصقة مع حركة التغيير وتجديد فالصلاوات الخمس ربنا جعل منها صلاوات جهرية وأخرى سرية وجعل هناك صلاة بالليل وأخرى بالنهار ولاحظوا حتى الركعات غير متشابهة الصلاة لا تشبه بعضها لبعض الركعات تجد من صلى فيها صلاة ربعية وهناك من فيها صلاة تلاتية وهناك من فيها صلاة تنائية ثم ربنا يجبب يجعل لنا اجتماع أسبوعي يتحقق كل أسبوع بصلاة الجمعة ويجعلنا اجتماع سنوي يتحقق بصلاة العين ويجعلنا اجتماع أممي يتحقق كل موسم حاج أكبر وهكذا فالدين يدعو للتجديد لكن الناس ليسوا جميعا متشابهين في نظرتهم للحياة فلكل له أسلوبه في التعامل مع المتغيرات حسب المرجعيات الفكرية هناك من أصحاب اليمين وهناك أصحاب اليسار وهناك أصحاب الوسط وهناك الناس مرجعيات مختلفة لكنهم على الرغم من ذلك جميع الخلق مطالبين بإيجاد الصيغة مناسبة لكي يستطيعوا أن يجددوا أنفسهم ليحققوا الاستقرار والأمان النفسي والعاطفي والمادي والدين هو الذي يوفق بين الدنيا بما فيها من إن كانت يحييها الإنسان وبين الآخرة وما فيها من مكتسبات ينتظره الإنسان فالذي يتبسك بالدين حينما تقرأ جميع المرجعيات الفكرية سواء منها الفلسفات المادية والفلسفات الروحية وغيرها تجد أن من تمسك بالدين فإنه يشعر بأنه مستقر لأن هذا الدين يوفق بين مطالب الدنيا وبين مكاسب الآخرة ينتظرها كل عبد المؤمن فالتجديد هو ضرورة لنا جميعا كاحتياجنا للماء والهواء ومعناه أن الإنسان يغير من نفسه يتخلص من الملل يبتعد عن الروتين ويبحث عن التطور وهذا كله يقتضي منا أن نجدد أفكارنا أول شيء ينبغي أن نغيره لكي نجدد لأن البعض يقول ماذا تقصدون بالتجديد والتغيير وكيف لي أن أتغير أنا فعلا أشعر بأنني جامد مضت سنة وأنا على نفس النمط ومضت ربما عشر سنوات وأنا لست لست على حالي وبل هناك من يقول مضت عقود من السنين ولم يقع له تغيير ولا تبدير كيف يمكن أن يتغير الإنسان التغيير أيها الأحباب الكرام أمر بسيط جدا يبدأ أولا بأن نعمل على تغيير أفكارنا فحياتنا الأسرية والعائلية والعملية والمهنية والمادية كلها هي مرتبطة بأفكارنا حياتنا كلها مرتبطة بأفكارنا إذا كانت أفكارنا سلبية وحزينة طبعا حياتنا ستكون بائسة وأنا لك سوف تبكي وحدك ولن يبكي معك أحد أما إذا كانت أفكارك إيجابية فستكون حياتك سعيدة وسوف تضحك ويدحك معك الناس وسوف تتخلص من الهموم والأحزان ولن تشعر بالاكتئاب لأن الذين عندهم أفكار سلبية يشعرون بالبؤس وبالاكتئاب والسبب هو ليس عند الطبيب والعلاج ليس عند الطبيب العلاج عنده وهو عليه أن يغير نمط تفكيره أن ذاك ستشرق الشمس الأمل في حياته وأن ذاك سوف يتخلص من كافة الهموم والأحزان الإنسان عليه أن يغير أفكاره وأيضا أن يغير نمط حياته فيغير العلاقات مع الناس يعني تعارف جديد يغير بعض الناس اللي هما كانوا معه علاقة تعارف ربما يغير فكره بالمطالعة والقراءة المستمرة يغير هواياته المختلفة يجدد نشاطه بالرياضة هذا كله يؤدي إلى التشديد فليس هناك إنسان شاب وآخر شيخ هرم الشباب هو الشباب الروح ممكن تكون عندك ستين سبعين تبانين سنة وأنت شاب لأن روحك شاب فيها التشديد وفيها التغيير وفيها التبديل إلى الأحسن والأفضل وممكن يكون عمرك عشرين ثلاثين سنة وأنت شيخ هرم لأن أفكارك سلبية ولأنك متمسك بالروتين ولأنك متمسك دوما بالملل كذلك بعد أن نعمل على إعادة التفكير في نمط حياتنا وأسلوب حياتنا علينا أيها الأحباب الكرام أننا نتخلص من أخطاء الماضي وآلام الماضي لأن كل واحد منا عنده ذاكرة قوية جدا بداخلنا هناك ذاكرة قوية يسميه العلماء عدنا العقل الباطن وعدنا العقل الوعي العقل الوعي يلا كيش كن خمسة في المئة من حياتنا وهو الذي نعيش به نتحرك به كنننفق في الصباح الباكير كننقود السيارة كنمشي المقر العمل كنمشي للسوق كنمتعمل مع الأولاد كنمتعمل مع أهل البيت هذا كله كتسم العقل الوعي لكن العقل الباطن هو الذي يخبئ كل الماضي بأحداته بحلوها ومرها بجمالها وقسوتها فنحن جميعا عندنا ذاكرة قوية قوية جدا ولا شيء ينسى بحلو البئر الكبير ولكن بعض الناس هم يستحلون البحث عن أخطاء الماضي وعن الأحداث المؤملة المؤلمة والمحبطة دائما يتذكرها هي مضت ومرت عليها شهور أو سنين أو عقود من الزمن لكن هناك من دوما يفكر بالماضي ويستحضر اللحظات المؤلمة والمحبطة وبالتالي يبدأ يحاسب نفسه أو يحاسب الآخرين قد لقى الإنسان مرت على المسألة عشرين سنة ولا زال يحاسب نفسه ولا زال يحاسب من ظلمه ولا زال يحاسب من تسبب له في الألم والمفروض أن الإنسان ابن يومه عليه أن ينسى الماضي والماضي قد ذهب وولى والمستقبل هو قادم سيكون المشرق والإنسان عليه أن يعيش الحاضر المفروض أن الإنسان يعيش الحاضر بكل طوله وعرضه يعيشه بتفاؤل ويستفيد من تجارب الماضي ويخطط لمستقبل باسم ومشرق فالإنسان إذا كان دائما يشعر بالألام وبالقلاق وإذا لم يستطع أن يتخلص من هذه المشاعر السلبية فإنه لن يستطيع التجديد في حياته سوف يبقى هو هو تمر السنين تتغير الأنظمة تتغير الحكومات تتغير الفلسفات للحياة وأنت لازلت أنت نفسك لم تتغير وأنت الضحية ضيعت الكثير كفاك ضيعا وهذا الأمر لا يخص فقط الأفراد يخص الأسر ويخص المجتمعات ويخص الدول بل ويخص الأمم هناك أمم إذا تكلم أهلها وأتبعها دائما يبكون على الماضي ويتحسرون على الماضي ويشتكون من واقعهم وهناك أمم أخرى هي دائما تبحث عن نقاط القوة في تاريخها وفي أحداثها ودائما ترفع لواء التجديد والتغيير للأحسن ربما نحن في أمة الإسلامية بتولينا ببعض الناس دائما يتحدثون عن الأزمات وعن البقائع المؤلمة وعن الحروب وعن النكسات فتشعر بالإحباط لو رأينا دول أخرى متقدمة دول غربية تجدها دوما تربي أبنائها وتربي شعوبها على الاعتزاز بالماضي التليد وعلى الاعتزاز بالإنجازات ولا تذكر السلبيات إلا من باب الاستفادة من الأخطاء حتى لا نكررها مرة تانية أما الأمم والشعوب والمجتمعات التي تدقى الماضي بحسرة هذا يؤدي لها إلى انعدام الإرادة ويؤدي إلى التخاذل وبالتالي لا نحصل على تغيير ولا تجديد كذلك أيها الأحبة الكرام إذا أردنا أن نجدد حياتنا وأن نزينها بمنظر جميل علينا أن نحرس للإمتعاد عن الأصدقاء والأشخاص المتشائمين لا شك في أن في الموحيط ديالنا كي ناس اللي هم متفائلين في الموحيط ديالك ناس قد قاموا مبتسمين قد قاموا في الصباح الباكر لما يستيقضون يفرحون ويسعدون وكي يقول لك صباح جميل وحياة طيبة وكي يبدأ دائما بتوزيع الإبتسامات والكلام لفيه الأمل هاد الناس غادي يعطيك واحدة شحنة إضافية باش تبدأ حياتك اليومية بنجاح لكن كين الله يسترنا ويستركم جميعا واحد الفئة من الناس يقولوا بجانبنا قد قاموا تشائم على الصباح قد قاشد واحد قهوة سوداء قهوة كحلاء وسجارة وكي يتكلم على الأحداث السياسية والواقع المزري والوضعية المتشائمة وكي يبدأ يذكر كلام كله بأنه ما كان لا إصلاح ما كان لا تقدم غير الفساد غير الظلم رؤية متشائمة أي نعم هو هذا واقع ولكن ليس كله هكذا واقعون الحمد لله فيه صفحات أخرى مشرقة فيه خيرات كثيرة لكن البعض يركز نظرته على الصفحات المظلمة وبالتالي يصيره متشائم وينشر العدوى ينشر العدوى لهذا إذا أرد أن تغير من نفسك وتجدد حياتك عليك أن تبتعد قليلا عن الأصدقاء المتشائمين لأنهم دوما ينظرون إلى الأشياء بسلبية ولا تنصت إليهم خصوصا لا تشاورهم إذا شاورت في أمر يخصك إذا أردت مثلا أن تتزوج وشاورت متشائما هل تريد أن تدخل إلى عالم كله صراع وكله بؤس وكله روتين إذا قد دل واحد المشروع اقتصادي وتشاور متشائم قد يقول لك دائما هذا المشروع ومن الأول يبوء بالفشل هذا المشروع ما بالي فيه له وعندك عقبات شديدة وعندك واحد ضرائب وعندك كذا وعندك كذا تشعر بالتشاؤم إذا بغدر أي عمل بغدر سكان جديد بغدر سيارة جديدة لا بد أنك إذا تشاورت مع المتشائم يعطيك أسوأ ما في الأشياء فاحرص على أنك تتجنب وستحاشى المتشائمين الذين في محيطك ولا تجعلهم يؤثرون عليك وبالتالي ابحث عن المتفائلين ليسائلونك كل البشر يمتلكون القدرة لكي يغيروا أنفسهم نحو الأفضل لكن ما الفرق بين البشر كل البشر لما يولد الإنسان يكون أمي ولا يكون عنده دكتورة يكون إنسان متقف ولا إنسان عامي بسيط يكون من وسط عائل راقي ولا من وسط عائل جد بسيط لا يهم كل البشر منذ أن يولد عدنا الداخل خلق فينا الله سبحانه وتعالى وحد الجهاز قادر على التغيير قادر على التجديد نحو الأفضل والأحسن كلنا لا فرق بين رجل ومرأة بين ذكر وأنت بين إنسان متقف وإنسان عامي لا فرق بين متدين وغير متدين كل البشر بحل بحال لكن أين يكون الاختلاف الاختلاف يكون في الرغبة الرغبة في التغيير هناك من عنده رغبة في التجديد هناك من عنده رغبة في أن يرسم صورة جميلة للحياة هناك من عنده رغبة في أن يطور نفسه ويطور من حالته ومن من حوله وهناك من الرغبة عنده ميتة الرغبة مقيدة ما عنده رغبة ويبقى الوضع هكذا ينشأ البؤس في نفسه وفي من حوله الإنسان عليه أن يؤمن بأن التغيير هو قاعدة في الحياة في الكون في الطبيعة عليك أن تغير وإذا آمنت بذلك عليك أن تكسب الرغبة في التغيير وتبدأ تبدأ في العمل عليك أن لا تبخل على نفسك بالتجربة أن تجرب التجديد والتغيير هذه تجربة جميلة رغم قد يحفوا بعض المخاطر ولكن هي في حددتها هي تجربة ناجحة إذا عجز الإنسان عن التغيير ما قدرش كان بعض الناس ربما مسكين عنده ظروف نفسية ووجد في وضعي وهي شاقة جدا ماذا عليه أن يفعل هل عنده شيء وسيلة أخرى يعتمد عليها لأن طاقته بسيطة نقول له نعم إذا عجزت فعليك بالسلاح الذي لا يقهر عليك بالدعاء أنك تدعو الباري الله تعالى جل جلاله الذي خلق هذا الكون وخلق هذا البشر وأبدع في هذه الحياة وصنف الناس أشكال وألوان ووضع في هذه الحياة متناقضات وضع الخير والشر والحق والباطل لأن بأددادها تعرف الأشياء لا يمكن أن نعرف الحق إلا بعد أن نعرف الباطل لا يمكن أن نعرف الشر إلا بعد أن نعرف الخير ولا يمكن أن نعرف الظلام إلا بعد أن نعرف النور فربنا خلق الموجود هكذا إبداع إبداع إلهي وربنا لما تحدث عن نفسه العليا ماذا قال كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى لهذا الذي لا يستطيع التغيير وما عنده الدافع ويشعر بأنه مقيد عليك بالوسيلة السهلة والفعالة في آل ذاته هي الدعاء هو أكبر وأعمق من مجرد أن يكون عندك طلب لله تعالى الدعاء في جوهره أن عندك قضية وعندك هدف وعندك رغبة لم تستطع الوصول إليها تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على تحقيقها الدعاء أيها الأحباب الكرام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا القوة ويرزقنا المدد ويرزقنا البركة لكي نجدد حياتنا نحو الأفضل ونغيرها نحو الأحسن ونعمل بوصية نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول جددوا إيمانكم جددوا إيمانكم قلنا يا رسول الله كيف نجدده قال بقولكم لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله كأنك تدوس على البنزين كلمة لا إله إلا الله كأنك تقول سيارة ودست على البنزين فزاد السرعة القوية فضلا من الله وإكرمه نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأيها الأحباب الكرام سوف نفتح خطوطنا الهاتفية وسؤالي لكم سؤالي لكم الذي أرغب في أن أستمع إلى أجوب منكم في واقعكم المعيش كيف تعيشون حياتكم هل أنتم عندكم إيمان بقضية التجديد وقضية التغيير هل عندكم رغبة في أن تغيروا أفكاركم هل عندكم رغبة في أن تغيروا أسلوب حياتكم هل عندكم رغبة في أن تجددوا في أنشطتكم هل عندكم رغبة في أن ترسموا صورة جميلة للمستقبل أم أنكم مقيدون بالروتين وبالماضي ودرلق من تبقى على حالها ما هي الصعوبات التي تواجهكم وأيضا من كان ناجحا في هذه المهمة لا يبخل علينا في أن يدلنا على طرق النجاح للوصول إلى هذا التجديد والإصلاح السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة